واضحة استقبال الجزائر للمنتخب المغربي النسوي الاقل من 17 سنة كذلك نرى ان الخريطة المغرب يرحل عند التلاميذ الجزائريين في امتحان لمادة التاريخ والجغرافية به الخريطة المغرب كاملة كذلك نرى اخواني اخواتي ان فوز القجع يلزل الولد صادي من داخل الكونغرس الفيفا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابع الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى وتكونوا بخير على خير وفي احسن الاحوال معكم لبنان من قناتكم المتواضعة لبنان نيوز واللي دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا الدعم ديالكم هو انكم تضغطوا على زر اعجاب كذلك انكم تبرتجوا هذا الفيديو مع الاصديقاء مع المغارب الاحرار وفي مواقع التواصل الاجتماعي كذلك ما تنسوش كتبولينا واحد التعليق بسيطة بالنسبة لكم يعني ما تخسروش بزاف من وقتكم غير وريضة ولا قليب ولا الرأي المغربية او الكلمة ديال الاستمرة او واصيلة فهذه الكلمات ما غادش تخسرو فيها بزاف ديال الوقت لكنها تعني الكثير للقناة فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم ونبدأ نضام الاسكري الجزائري واللي كي يقول باللي المغرب سيادة الجزائر بسبب يعني القمسان ديال نهضة بركان وانهم يلعبوا وسط الجزائر بالخريطة ديال المغرب او بالقمسان اللي فيها الخريطة ديال المغرب كميلة فاليوم اخواني اخواتي الجزائر واللي قلت كنتهكو لها السيادة اعتمدت الخريطة ديالنا اعتمدت الخريطة ديال المغرب كاملة في امتيحان لمادة التاريخ والجغرافيا فالتلامية هذه المؤسسة هم الذين نقلوا لنا هذا الفيديو ونقلوا لنا هذه الصورة التي فيها الخريطة المغرب كاملة فنشوفوا المقطع ونطلقوا ونعلقوا عليه السلام عليكم شابيبا هايليك جوزنا ايزامة استوار جيو ها ديني خريطة المروك مع السحرة الغربية كيف بجادي كيف مرشته كيف مسميته هذه المؤسسة وهو تلاميدي المؤسسة والانقلوا لنا هذا الفيديو لنا هذا الفيديو في امتحان في المادة التاريخ والجغرافية كذلك ان التلاميذ هم هو من المشجعين و الجمهور ديال الاتحاد العاصمة الجزائري هنالك يقولوا علاش حرمته الفرقة ديالنا و قصد الفرقة ديال الاتحاد العاصمة الجزائري أنه يلعب مع الفريق المغربي اللي هو نهضة بركانو اللي فيه خريطة ديال المغرف القامس دياله في نصف النهائي فهنا كالقلوب للدولة الجزائرية اليوم اعتمدت الخريطة ديال المغري في امتيحان لمادة التاريخ والجغرافية فهنا اكيد ان شيء استاد اللي فهم مزيان خصوصا كنت تكلمه في التاريخ والجغرافية عارف باللي يعني هاد الخريطة رهي المعتمدة وعارف باللي صحراء مغربية وما كيلا صحراء غربية لحتشي حاجة كيلا صحراء مغربي او صحراء غربية مغربية فهو حط الحقيقة ما بغاش ينفق او يعني يعني يكدب على التلاميه ديالهم حط لهم الخريطة المعتمدة انا الاخوان غدي نمشيوا للمنتخب المغريبي النسوي الاقل من 17 السنة وغدي نشوفوا واحد الفاضيحة يعني كبيرة من طرف هذا النظام العسكري الجزائري فمن بعد ما مشوا بطائرة مباشرة يعني حتى المطار ديال الهواري بومدين وصلوا الفتيات في يعني الطائرة مباشرة او طائران مباشر الا ان الطائرة اجنبية وهنا يا اخواني اخواتي راه المغريب برجع كي يتعامل بالمثل حتى الفرق الجزائرية اليوم اللي كتبقي تجي المغريب ركي يجف فعلا في طائران مباشر لكن كتكون طائرة اجنبية لان وصلات الوقيت اللي غدي وصل فيها المنتخب للمطار ودست ساعات والجمهور ديالهم الجمهور ديال منتخب النسوي الاقل من 17 السنة كينتظري شو الفايتات يعني كيفاش دست الرحلة ديالهم كيفاش وصلوا وكيفاش دست الإجراءات حكم ان المنتخب الجزائري من اللي يوصل المغريب فغير وصلوا استقبلهم بالوروط تستقبلوا بالتمر والحليب اللي اكيد ما غادش يكون في الجزائر لان عندهم غال الحليب ديال الغبراء فكل شي كان بيين لكن الجمهور ديال المغريب او الجمهور ديال المنتخب النسوي المغريبي كان كينتظري شوف المنتخب دياله كيفاش اوصل لكن السلطات الجزائرية منها تتصوير حتى شي قنات ما قدراش تصور الا واحد القنات اللي هي زير تيفي فهنا شوفوا معي الاخوان لحظة يعني الوصول ديال هاد الفتيات اشتركوا في القناة فكيف ماشته هدا هو المطار ديال هو ريبومدين واللي قال عليه مقلش لودنين اكبر مطار يعني في الجزائر وانا غادي استقبل الالاف ديال المسافرين الملاحظة الاولى هو ان هذا المطار لا طائرة يطير مطار دولي كينسفر ما في حتى الموظفين ما كينش مسافرين ما كين حتى شي واحد عند اللي كانت واحد القضية واللي بنت ملي خرجوا هاد الفتيات او المنتخب النسوي المغربي الاقل من 17 سنة من الماطا فواحد الوفد اللي كان كبير بزاف رافق هاد الفتيات فما مفهمش علاج هاد الوفد ما كين رافق حتى عبد المجيد ملي كينش خارجات فنشوفوا هاد يعني هاد الوفد الكبير فما نستغربوش من اي حاجة ديرها هاد الدولة واللي الرئيس ديالها كيقول من الصف نضربو بالحجر اخوان قدي نشوفوا كيفاش سيد فوز القجع يزلزل وليد صادي من داخل الكونغريس فخلال اجتماع الكونغريس الخاص بالفيفا في العاصمة الطيراندية واللي كانت اعلنت الجزائر انها بصدد ارسال وليد صادي وبعد المسؤولين يعني في الفاف اعلاج قلك فقط من اجل احباط الحضور ديال فوز القجع لان الانجاز ديال بصوة والانجاز عند الكرغوليين هو كيفية احباط القجع هاد الشيء لاش راهم خدامي كانوا اعلنوا قلك راهم غادي من اجل فضح مؤامرة القجع مع الكاف وفضح يعني نهضات بركان والقميس ديالهم وفضح مخططات ديال الجامعة الملكية لكورة القدم فالجاميع كانوا كينتظروا شنو غادي يقول فوز القجع لانهم يكتروا عليه في الاتهامات ما خلوا ما قالوا في الوقت لغادي يلقي الكلمة ديال السيد فوز القجع النظام الاسكالي الجزائري كان كينتظر ان فوز القجع غادي تعاطى معهم يعني يجاوبهم وغادي ينزل مستوهم في السيد فوز القجع في المؤتمر او قال المؤتمر ديال تايلاند فرصة استثنائية لنا لنقدم الى جانب شركائنا البرتغاليين والاسبان رؤية وراكا ازلميل في استضافة كأس العالم 2030 والتي نريدها ان تكون مستدامة وشاملة ومبتكرة فتصوروا هذا النظام الخبيط كان كينتظر ان فوز القجع يجبدهم ويتعاطى معهم ويرضع لهم لكن فوز القجع ما تسوقش لهم وكان صرح يعني منقبل في القناة مصرية من اللي يسولوه على الاتهامات واللي دائما النظام العسكالي الجزائري يعني والاتحادية الجزائري كيتهم المؤامرة والمخططات والكولسة وا 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 قال لهم انا ما عنديش الوقت انني نرد على هات الشي عندي الوقت انني نخدم فالوقت ديالي او الطاقة ديالي ما عنديش نخسرها في الرد على اشياء اللي ماشي في المستوى ديالي او اشياء تافيها فوز القجع جو بوح طريقة بسيطة قال لهم رحنا يا سالينش لهات تفهات احنا هاد المؤتمر جايل لي كفرصة استثنائية باش نتقدمو الى جانب شركاء ديالنا الاسبانيين والمرتغاليين قيم الفنا لاستضافة كأس العالم والتي نريدها ان تكون مستدامة وشاملة ومزدهرة فهنا فوز القجع كي يقول لهم رحنا يا الرابعين ديال العالم احنا مقبيرين على تنظيم كأس العالم بحول الله ان شاء الله رحنا خدامين لرفع المستوى ديال القارة الافريقية هذا هو الهدف ديالنا قال لهم ترشحنا او ترشح ديالنا هو ترشح لافريقيا وللعرب الى جانب اوروبا فهنا فش تؤل بغريب كيفاش كيف يفكر وقال كنتشرفوا باش نقول نحنا قادرين على ترحيب العالم واستضافته والاحتفاء بوحدتنا فمستوى راقي ماشي بحال يعني الرئيس الجزائري عبد المجيد واللي يخرجوا كي يقول لهم نشيروا بالحجر فاخوان من اخواتي هذا هو الرد ديال فوز القجع الرد ديال المملكة المغربية الشارفة امبراطوريا المغربية اذا اخواني اخواتي وصلنا النهاية لهاد الفيديو تحياتي لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة